على مدار العام الماضي اعتمدت الأمم المتحدة عدة قرارات أدنت الحرب الروسية في أوكرانيا وطالبت بالانسحاب الكامل للقوات الروسية من الأراضي الأوكرانية فبعد أقل من أسبوع على بدء الحرب في أوكرانيا أصدرت الجمعية العمومية للأمم المتحدة قرارا يدين الحرب الروسية بأغلبية 141 دولة ليعقبه في السابع من أبريل قرارا أمميا بتعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وذلك بأغلبية 93 دولة وفي الخامس عشر من نوفمبر اعتمدت الأمم المتحدة قرارا بأغلبية 94 دولة يقضي بوضع آلية دولية لمطالبة روسيا بتعويضات لصالح أوكرانيا وبعد ضم روسيا للمقاطعات الأوكرانية الأربعة أيدت 143 دولة قرارا أمميا يدين عملية ضم روسيا لمناطق من أوكرانيا وباستثناء تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان تعد باقي القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارات غير ملزمة لكنها تقدم فكرة بشأن الموقف العالمي تجاه الحرب في أوكرانيا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر